اشتركوا في القناة المغرب لن يسمح بالاعتداء على المدنيين وجاء هذا التصريح خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية في مجلس النواب وفي تعليقه على الهجمات التي استهدفت المدنيين في مدينة الصمر قال بوريطا إن المغرب لن يتسامح مع أي هجوم يستهدف المدنيين مشددا على حق البلاد في حماية سكانها وضمان أمنهم وأعرب المسؤول الحكومية عن استنكره الشديد لتلك الأعمال العدوانية مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المسؤولين عن تلك الهجمات وخلال الاجتماع تطرق بوريطا أيضا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريشا حول قضية الصحراء معبرا عن تقديره للتقرير الذي أكد على أهمية الحكم ذاتية كوسيلة فعالة لحل النزاع في المنطقة ورحب بوريطا بجهود الأمم المتحدة في تسوية النزاعات الإقليمية وتعزيز الاستقرار نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء